اشتركوا في القناة وعشرة اللي يعطينا نسبة لحاملين فيروس وقت الحاضر هي 104 على كل 100 ألف مواطن بالنسبة للهدف الوقت الحاضر اللي قاعدين نخدم عليه هو أن تثبيت الاستقرار الوبائي في ولاية مهدية من هنا إلى غاية موفة سنة إلى واحدة ثلاثة دي صعبة بشكلتنا عام بجديد وأحنا نبدأ الوضع الوبائي يبدأ محصن نلاحظنا الزوء السابيع الأخيرة نوع من الاستقرار إن لم يكن تحسن في الوضع الوبائي ما يخفيش هذه اللي ثم بعض الجهات أو بعض المعتمديات مثل معتمديت الجمع على سبيل المثال الوضع الوبائي مزال مرتفع بل بالعكس أننا نقول مزال في وضعية تخلينا ننتبهوا أكثر وربما نقوموا بأكثر مجهودات هذا الاستقرار في الوضع الوبائي بولاية المهدية لم يحجب ارتفاعا في عدة الحالات الحاملة لكوفيد-19 في بعض المناطق على غرار مدينة الجم من اللي بديت الجيحة استجلنا 539 إسابة حاليا عنا 195 حالة نشطة احنا حالينا القسم ماذا في بطاقة استيعاب عشرة السرة حاولنا نوفره فيه تجهيزات بإمكانياتنا الخاصة بفضل الفريق الطبي وشبه طبي اللي قاعد يخدم عملية التقاسي معناتها بالقداء عنا التحاليل السريعة الحينية وعنا التحاليل البسير المرضى اللي جيونا هذوما يعاديوا في المراكز الصحة الأساسية عنا 13 مركز الصحة الأساسية وإلا في الاستعجال عنا موين دوتري كيفاش نشوفوا المرضى أناهم اللي هما حالاتهم ممكن تكون كوفيد يقيدوا لهم الليكوردوني بتاحهم ياخذوا التليفون احنا كل صباح نعاودوا نكلموا الناس هذوما ونستدعيهم للتحاليل اللي هنا هي التقاسي الميداني نخرجوا أحنا لبرة باش نشوفوا قديش عنا في البوبيلاتيون جنرال الكوفيد منتشر ورغم مجهودات الإطارات الطبية وشبه طبية بمختلف المؤسسات الصحية بالمهدية يبقى وعي المواطن هو الحلقة الأهم حسب المختصين لتطويق حالات العدو والحد من انتشار الوابنة